اشتركوا في القناة في البداية رح تطلع لي هاي الويندو اذا ما كانت تحافظ مشروع الباوربوينت عندي رح اكتب له نعم لحتى احفظ هاد المشروع وبعد رح اعطي حفظ هلا رح لاي انه الاضافة اشتغلت معي نظامي هلا رح اضغط على وبعد ذا رح توجه الى و رح اجي على الصح والخطأ الموجودة بهاد المكان اول ما اضغط عليه رحلة انه فرحت لي اياها بهذه الطريقة عندي هون مكان لوضع السؤال و عندي هون مكان لوضع اجابتين فقط تمام يعني هلا ما فيني اضيف اكتر من اجابة لا عندي اجابتين فقط اما صح او خطأ و لكن هون السؤال رح اكتبه ما هو اول ايام الذي خلقه الله تعالى تمام ما هو اول ايام التي خلقها الله تعالى تمام طبعا عندي هون جواب الخطأ والي هو يوم الجمعة و عندي الجواب الصح والي هو يوم الاحد تمام فانا كمعلم او كمنشئ لهذا المشروع لازم احط الصح جنب جواب الصح فلازم اشر على يوم الاحد انه هو الجواب الصحيح لحتى يعرف البرنامج انه يوم الاحد هو الجواب الصحيح طبعا عندي هون رسائل التعفيزية اذا كان جواب صح ايش يطلع له للطالب فانا رح اكتب له احسن تبارك الله فيك واذا جواب خطأ واختار يوم الجمعة رح تطلع له خطأ غفر الله لك مثلا تمام يعني هي مجلد هون رسائل انتو يلي بتحدده كيف يكون نوعه في عنا هون مثلا صور جنب هدون النصوص اذا بتحبوا تضيفوا صور ترجو لهم وتنقص الصورة اللي بتكون اياها وليكن نختار هاي الصورة هون ونختار هاي الصورة هون وفي عنا هون كمان الصوتيات طبعا هون ادراج صوت بالذكاء الاصطناعي يعني وقت رح اضغط على هذا الخيار رح يكتب لي هون يوم الجمعة لانه طبعا انا اصلا هون كيتب يوم الجمعة فهو يتلقائيا رح يكتبها نفسه وطبعا هون انا بحط له النصو هو بيصير يقرأه بالذكاء الاصطناعي فيني احدد الصوت او مين يلي عم بيقرأه يوم الجمعة تمام فيني اختاره كمان باللغة يلي بدي اياها تمام يوم الجمعة تمام فيكن انتوا تختاروا من هون القارئ يوم الجمعة يارح يقرأ هدول النصوص يوم الجمعة تمام هذا كلاته بالذكاء الاصطناعي كان سن ما بدنا اصوات لهاد الخيار ولكن خلينا نحط للسؤال الى صوت يعني مثلا اول ما تفتح الشريحة للطالب مباشرة رح يطلع النص ورح يطلع صوت بالخلفية عم يقرأ النص فرح اجي على الصوت واجي على الذكاء الاصطناعي واكتب السؤال بالتشكيل تمام فيني مثلا نحط صوت رجل ما هو اول الايام التي خلقها الله تعالى تمام طبعا هون بس خلينا نعدل كلمة تعالى تمام طبعا عندي هاد الصوت رح يشتغل مباشرة اول ما فوت على الشريحة خلينا نسوي برفيو سريعة ما هو اول الايام التي خلقها الله تعالى تمام في هاي طريقة اصدقائي بيكون سوينا نحن السؤال يلي علينا هل لأيته ان احنا نتوجه الى ورح نقوم بترتيب العناصر واضافة صور او فيديوهات او خلفيات انا رح اجي على install ورح اجيب ولكون صورة احط بالخلفية خلينا اكبرها شوي على اد الشريحة بعد رح اضغط علي باليمين رح اطيا نقل الى الخلفية عندي هادول الاجوبة فيني انا اصغر هايك رح اغير لنوع الخط مثلا ونحطهم باللون الابيض خلينا نكبر حجم الخط شوي وفي عندنا كمان العنوان فيه نحن نحطه في المنتصف نحط له build ونختار نوع الخط وكمان نحطه باللون الابيض ونكبر شوي النص بهاي الطريق يعني السؤال رح يكون هون والاجوبة رح تكون بهذا الشكل تمام هيك اصدقائي بكون نحن سوينا هاي الشريحة لنفترض انه رح نسوي شريحة افتتاحية متل ما تعلمنا في دروس سابق واللي هي introduction خلينا ولكم نختاره اه مثلا هون رح نكتب اهلا بكم وتحت في النص رح يطلع تحت هاي رح نكتب مثلا في الاختبار التفاعلي اختل الاجابة الصحيحة يعني اهلا بكم في الاختبار التفاعلي اختل الاجابة الصحيحة تمام طبعا هاي اهلا بكم فيكن تحطوله صوت كمان برضو بالزكاة الاصطناعي تمام وفيكن اه تكتبوا فقط النص يعني بحيي تطلع له للطلاب بهاي الطريقة طبعا نحن هون رح نسوي لكما شوية تعديلات خلي مثلا هاي ناخدها كونترول اكس كونترول في للشريحة الاولى رح تكون احسن خلينا نغير هون نوع الخط وهي كما رح نعدل له نوع الخط بهاي الطريقة اصدقائي ونحدد هون ومننزلها لتحت شوي فهي عندي شريحة افتتاحية ولهاي الشريحة خلينا نجيب له صورة تانية ولكن هاي الصورة نقل الى الخلفية طبعا فينا نحن كمان نسوي شوية تعديلات من حتى محاذا الى الوسط طبعا بما انه هي ابيض وكاشف فنحن رح نرجع الى ونجيب مستطيل للزوايا المستديرة ونرسم هاد الشكل بهاي الطريقة كمان نحطه الى الوسط ونعطيه من دون ايطار وتعبي اوليكم بلوم من هدول الالوان الموجودة بالصورة وبعدها رح نقر عليه باليمين ومن تنسيق الشكل رح نعطيه شوية شفافية برأيي نغير اللون بهاي الطريقة تمام هاي السؤال معنا كمان هتاكد من الثاني ان هو الى الوسط وعندي كمان هادول اجوبة فينا نحن نكبرون هيك اه فينا نغير لون لونهم لكل لون الاسود او فينا كمان نحن نرسم مستطيلات وراهم بحيث اه تكون اوضح فينا نسويهم بولد بهاي الطريقة اصدقائي طبعا انا فيني كمان اضيف صورة او فيديو رح توجه الى انستول وبعدها رح نختار ولي كونسورة الكعبة ورا نحطها بهاد المكان خلي نكبرها شوي طبعا انا هون ضفت صورة انتو فيكن نضيفوا بدال الصورة فيديو فيكن نضيفوا مقطع صوتي فيكن نضيفوا يلبيتكنية تمام يعني كأنه عم نتعامل مع شريحة باور بوينت عادية وطبعا عنا هون الشريحة الختامية والهي اه بعد ما يخلص الطالب وقت يطلع له جواب الصحة ويفوز بالاختبار بالكامل ايش رسالة رح تطلع له رح تطلع له مسلا اه بارك الله فيك واذا جواب اه اه اجوي بغلط وبس رسب بالاختبار فايش الرسالة رح ترجه له اياها مثلا اه اعد التفكير او اعد النظر مرة اخرى او غفر الله ولك يعني انت رح تقرر ايش الرسالة يعني رح تجي للطالب تمام بتحبوا كمان تنحكى بالصوت بالذكاء الاصطناعي بتحبوا انتو تضيفوا صوت من عندكم من الجهاز او انتو تسجلوا صوت هل يعني حاليا هل رح هيك وفورا نشغل ورح بلش تسجيل الصوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعدين رح ضيفه بهاي الطريقة تمام طبعا هذا صوتي هون فيكن نضيفو او فيكن نسوي وطبع انتو فيكن نسوي له منتاج صوتي على اضافة بتضغط على بعد هل تعالي هاي الويندو فينا من هون نعلي الصوت ونوطي تمام كونترول اي فينا نعلي من هون مستوى الصوت شوي بهاي الطريقة فيكن يعني بتحسف الاشياء اللي ما بتكون اياها اتخفضوا تعلوا طبعا هاي الامور كلها رح نتعلمها في دروس اه لقدام ولكن هلقيت عمقلكم انه في هاي الميزة واللي هي مونتاج المقاطع الصوتية في تمام خليني احزف الصوت اللي انا سجلته ونرجع للشريحة الاولى ونسوي لا السؤال بالكامل طبعا عندي هاي الشريحة الافتتاحية متل ما حكيت اهلا بكم في الاختبار التفاعلي اختر الاجابة الصحيحة. ما هو اول الايام التي خلق هزاه تعانى. يوم الاحد فرح تطلع له احسن تبارك الله فيك. ما هو اول الايام التي خلق هزاه تعانى واذا اختار يوم الجمعة والي هو جواب الخطأ رح تطلع له خطأ غفر الله لك. طبعا بما انه هون رسب رح تطلع له هون غفر الله لك واللي هي اخر يسار رح تجي. اما اذا جواب صح فرح تطلع له هاي الشريحة والهي بارك الله فيك اللي رح تطلع بآخر الشيء وهيك يا أصدقائي بيكون خلصنا فيديو اليوم كما كنا عبدالسلام صالح من قناة عالمكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته